بسم الله الرحمن الرحيم عزائي الطلب استكمالا للمحاضرة الماضية عن الانزيمات في صناعة او في معالجة الاسماك انظام زين فش بحب اذكركم كبير مرة ان الاسماك تستخدم اغراض كبيرة في الصناعة اللي الغدائية هي في عندنا الاسماك ممكن تجفف ممكن تتعلق ممكن الاسماك تجفف او ممكن الاسماك تستخدم كفش ميل عن بمعنى صح تجفيفها وطحنها واستيعادها مرة اخرى للحيوانات اللي تغذي عليها ممكن الاسماك تستخلص منها اللي هو الفش او الاسماك ممكن في عندنا الفش ويست وهادت طبعا حكينا عليها كيف تستخدم تستخدم اغراض اخرى كبيرة جدا وقيمة جدا. لكن احنا من مهمتنا اليوم نحكي على الانزيمات الجزء التالي من المحاضرة. فالعملية الاخرى هي اللي هي سلخ الجلد. الغرف الاسماك لها قشور وفي عند الاسماك لها جلد. تستخدموا لها اللي هي مش فش ده عندنا القطع بالسكين ومتاكه لتستخدم مكان لايش لاستخلاص او نزع الجلد. دي وير باي. وتوميتد ماشين اللي هي السحب الجلد عن اللحم ومن ثالي يبقى اللحم. دي اس او اسكنيني دي اسكنيني نج غيرت باتوين فيشز. فش في سبيشز. اللي هي الاسماك اللي لها الجلود طبعا لعملية نزع الجلد فيها بينها ما عندها سهل وبعضها صعب جدا. صامي شبيز الشاط از ستاري اللي هي الري. الريقا اه ردييتا. اللي هي هي زي السمكة هاد اللي احنا بنعرفها باسمها المهم. مش بتذكر الاسم لكن ما اعود اجي اتذكر ار اللي هو صاحب جدا نزع السل نزع السل نجع الجلد عنها. وكمان بسواسطة المكان هي صعب جدا. ذات اتمذك لها دي اسكنيني غيرت شوالي امبوسبل حتى ببعض احيان مكون صعب جدا. therefore manual دي اسكنينغ مست بي بروفورمد اللي هي اللي هي مانيوال بشكل اللي هي مانيوال بشكل يدوي. but manually the skinning is a labor intensive task and hence the production cost become prohibitive. اللي هي بكون طبعا مدام احنا نستعمل اي دعام لنزع الجلود عنها وبالتالي بتكون الاسعار او التكلفة اللي السعر بكون غالي جدا وبالتالي هذا صعب جدا. with a result that these species tend to be neutralized neutralized اللي هي غير مستغلة. وبالتالي الانواح هذه غير مستغلة في الصناعات الغذائية. number of inventions use enzyme to remove the skin from fish. طبعا عندي كانت اللي هي دافع على استخدام الانزيمات في اعمالية نزع الجلد. the enzymatic. the skinning of regia. اللي هي radiata wing. الطبعا من اللي هي اللاجنة. the process involved partial denaturation of skin collagen. وبالتالي الانزيمات المستخدمها احنا نعمل ايضا اللي هي ديت بارشل اول شيء partial denaturation of skin using جيلد الهيت مستخدام الحرارة. نعمل denaturation للكولوجين اللي هي heated full by immersion in enzyme solution. اللي هو غمس الاجنحة هذي فيه اللي هي محلول محتوى على الانزيمات. for several hours at low temperature من عام حوالي 0-10 درجات امائية. the dissolved skin could 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 be then be raised off the tascad wing. ومتالي للجلد بعد معالجته بالانزيمات يمكن ايش بسهولة منازعه على اللحم. the enzyme solution contain unspecified proteases. الانزيمات البروز ولكن مختصة لاننا نحك عن جلد احنا. and carbohydrates is anzimahed khansة بالكاربوهايدراتيز. of carbohydrates is although not essential مش مكن قد يعني مش ضروري استخدم. لكن إنهانس الناس سلبلة الادابة طفية في الالجل. لذلك للتعصيد من التكاليات Unlimited. يجب تحضير المساعدة في المستخلاص عنها أنت باستخلاص إلى تكاليات حتى على التمكفل المستخدمات. كمان السيكود للحبار إز ديسكنينج آر تندرائز يوزين اللي هو بابايين كمان نزع الجلب من المحار بيستخدم الأنزيم بابايين اللي هو إيش في محلول ملحي ضعي من الأشياء الأخرى اللي بيستخدم الأنزيمات فيها اللي هي صناعة اللي هي الكولاجين إكستراكشن الأسماك فيها مادة الكولاجين بكميات الكبيرة قبل ما نحكي على كيفية اللي هي اللي الفيش كولاجين كان اوبتيند فروم سكن بون سكيل كارتلج وفيريس اللي هي فيش سبيشيز كولاجين إز كومان إكستراكتد يوزين أسيد سوليباليزيشن بروسس قبل ما نحكي على كيفية استخلاص الكولاجين الكولاجين إلو فوائد كبير جدا ومنتج متوفر في السوق متوفر في الصيدليات لأغراض كبيرة كن امبوب سكن هيرد إلو دور إلو يعني إلو علاقة بإل هو صحة الجلد مستخدم لتخفيف من ألام المفاصل ممكن يستخدم للناس اللي عندهم مشاشة في العظام والناس اللي اللي بدي يقوّدهم مستخدم أيضا لتكبير العضلات بالناس الرياضيين إلى آخره بروموت هارت هيلت بيساعد في اللي هو يعني سلامة القلب اللي هي مش هنحكي عليها كثير ولكن هذي كفيلة نعرف أنه الكولوجين مادة مهمة جدا وهي أيضا موجودة وين؟ موجودة في وبالتالي هذي موادها تعتبر في السمك هي مخلفات الأسماك طب مخلفات الأسماك وحنا نطلع مادة مفيدة جدا اسمها الكولوجين زي ما حكينا عليها الآن وزي ما شفنا الكولوجين نحن نستخدم اللي هو بواسطة الحمض باستخلاص الكولوجين بالتالي بتروح هذه المواد فبضل عندنا الليبادات بتروح والبيجمين بتروحها بالتالي اللي هي استخدم مادة قلوية وبالتالي بزيد الليبادات وبالتالي تبقى الكولوجين اللي هو الأسيديك أسد حمض الخليك حمض الخليك is widely used for collagen extraction The resulting collagen is usually referred as acid soluble collagen يعني الآن احنا منعرف مدام احنا نستعمل أسد كأسد استخلاص الكولوجين معناته الكولوجين هذا يعتبر اسمه acid soluble collagen اللي هو طبعا استخدامنا بواسط الحمض بيدينا كمية قليلة من إليش من الكولوجين ولكن هنا اجت العملية استخدام الأنزيمات في استخلاص الكولوجين بواسط الميبسين يعني كمان مرة إذا الاسد soluble collagen بيدينا بيكون كميات ضعيفة أو كميات قليلة ممكن احنا نستعمل الأنزيمات في إيش في زيادة إنتاج الكولوجين من مخلفات الأسماك اللي منحكي عليها فصار عنا اللي هو إضافة للإضافة لأنه نستعمل أسد soluble اللي هو طريقة نستخدام بواسط الأسد استخلاص الكولوجين ممكن نضيف عليها البيبسين كمان على فكرة البيبسين كمان احنا منعرف أنه هو مقاوم جدا لدرجات الحموضة القليلة يعني حمضي وبالتالي يعني فيش أي مشكلة واستعملنا مع إيش مع الطريقة الحمضية لاستخلاص الكولوجين وهنا واضح في التابل هادي اللي هو طبعا الرو ماتيريال هنا احنا منعرف أنواع كثيرة من السمك كويس هنا البيبسين ما ايو من اي مرنية وكان مصدره أيضا من الأسماك زي مثلا البيج آي سنيبر بروكاين بروكاين اللي هي الخنزير أو الاخرية من السمك أو الخنزير الاخرية البيبسين لديش تركيز البيبسين اللي لا ناخده لأي طريق المادة اللي سخدمها حوالي 12 ساعة ثمانية وعشرين ثمانية وعبعين ثلاثة ايام الاخرية من اللي هي العملية العملية وتصيرش في وقت قليل تاخد وقت أكبر هنا في عنا اللي هي النتائج في الحالتين الأسد سولوبلايز كولوجين زي ما احنا من الطريقة العادية باستخدام الأسد كأسد أو احنا نضيف عليهم البيبسين ونسميها بيبسين سولوبلايز كولوجين استخدام ايش؟ البيبسين مع الطريقة اللي بنحكي عنها الأسد سولوبلايز كولوجين فالنتائج كانت طبعا فيها فرقة كبير جدا حوالي 22% كنا بنستعمل الطريقة العادية اللي هي الأسد سولوبلايز كولوجين استخدام الأسد لكن الأسد ضفنا عليه البيبسين فكانت النتائج تقريبا مضاعفة ثلاث مرات تقريبا مويس فمن 22% حصلنا لأربعة وسبعين في المية ليس؟ زي ما احنا نشوف هنا في الحالة هذه في حالة كمان مرة في حالة الوكور في حالة التونة نأخذ البيبسين من التونة أو نأخذ البيبسين كمان مرة من الديبسين اللي هو نستخدم اللي هو بيبسين مصدره اللي هو البروكاين اللي هي الخنزين أخذها من سبعة وأربعين حوالي 92% وهذه أكبر كمية تقريبا كمية جدا ليحوالي الضعف وبالتالي استخدام اللي هو البيبسين مفيد جدا لتستخلاص اللي هي الكولوجين مفيد جدا لتونة مفيد جدا لتونة اللي هو البيبسين اللي هو البيبسين مفيد جدا لتونة اللي هو البيبسين يعني أخذ استخدام اللي هو البيبسين لأنه في عندي روابط في الكولوجين زي ما انتم اللحظين الروابط هادي الروابط هادي ما بتتكسرش إلا غير بواسطات البيبسين فإحنا استخدمنا البيبسين أيضا في إيش في وسط حامض اللي هي الاسيتيك اسيد حوالي نصف مولر اسيتيك اسيد لدرجة حرارة حوالي أربع درجات مئوية وشوفنا إيش تأثير البيبسين والتأثير البيبسين 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 او البيبسين هادي البروتينات او المواد اللي بتنتج من البيبسين ممكن استخلاصها وايش وتخلص منها البيبتايد النوع الثاني من استخدام الأنزيمات اننا نحصل على ما يسمى بالروتين هايدرو بيسيد هايدرو بيسيد اللي هي الفيش روتين هايدرو بيسيد can be prepared with addition of protease to increase endogenous hydrolytic activity and shorten the hydrolysis time للثلاثة تقليل الوقت وايش ومساعدة الأنزيمات اللي موجودة داخل المواد الهدئية أو داخل الأنزيمات انزيمات hydrolysis grosses a great advantage when compared with chemical hydrolysis or autolysis caused by endogenous enzyme and fish يعني الانزيمات لما نتركها أو الكائنات الحية لما نتركها فيها داخلها انزيمات الانزيمات هذا منسميها endogenous enzyme الاندوجينيس ستكسر المواد هذه hydrolysis can be obtained by maximizing maximization of endogenous proteases include الأنزيمات اللي هي اللي احنا منعرفها اللي هي الأنزيمات كتيرة موجودة بشكل تجاري لكن احنا قبل نحكى عليها نحكى على الفيش بروتين هيدروسيت may process a wide range of bioactivist activities including anti-oxidation anti-oxidative activity and anti- trangotensine converting enzyme inhibitor activity additional neuroactive peptides and immunoactive peptides have been found in يعني بمعنى صحيح خائدت ان انا احصل على البروتين hydrolisete 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 اللي هي ممكن انا استعمله في هكون بعد ما اعالجه بالأنزيمات الأنزيمات اللي بتنتج لبروتينات قصيرة صغيرة او بتنتج لبيبطايد او بتنتج للاحماض الامنية لكن في بعض البتدات هذه اللي تنتج بواسطة يعني يعني بروتين مكسر اللي بروتين مكسر لا ما يتكسر يبديني بيتاد يبديني اللي هي احماض امينية حرة ولكن البتدات هذه وجدوا انه هي فيها تعتبر مادة مواد بايو اكتف ماتيريال زي ايش يعني وهو ممكن يكون انتي اوكسيداتي الو نشاط اللي هي مضادة لاكسدي وهذه طبعا ممتازة جدا بتمنع السرطانات وبتمنع كذا وفاويدها كبيرة الانتي اوكسيدات او ممكن انجوتنسين كومفيرتينج انزيم ممكن تكون البروتين اللي انتج هذا الصغير هو عبارة عن انجوتنسين كومفيرتينج انزيم مثالي اي سي اي اللي هي يعني البروتين اللي بيكسر او بيطبت عمل الانجوتنسين هذا اللي هو اللي بيرفع الضغط وبالتالي اذا انحنا انتجنا روتين هي انجبتور الانزيم ممالت او انا ايش انا سويت خففت الضغط وبالتالي هذه المادة الانتهبة على امار اسو لامن ا Sung su هو ايش من المواد اللي بياخدوها الناس اللي عندهم ضغط لسبب انه يخففوا الضغط او يقللوا الضغط وبالتالي بالتالي هو مفيد جدا. او ممكن يكون له نشاط في الاعصاب او حتى نشاط في التدعيم المنع فكمان مرة هايدروليسيت هادي اللي بتنتج بفعل الانزيمات اللي نعمل الان بواسطة البروتياز ممكن تديني لها فوادي كبيرة سواء على صحة الانسان على مناعة الانسان او حتى على العصاب وممكن تديني مواد تعتبر الاندي اوكسيديتيف ماتيريال. الانزيمات ايضا تستخدم بالاضافة الى الانزيمات الاندوجينيس البروتيازي احنا نستعمل انزيمات على مستوى تجاري اللي هي كوميرشال البروتيازيز اللي هي الكاليز الانيوراتريز اللي هو بروتا ميكس الهيبيبسين الكيموتريبسين تريبسين باباين البروتانيز اي او الكولاجينيز هي مواد هادي كلها تستخدم في عملية الهايدروليسيز للبروتينات وانتاج البروتين هايدروليسيت. طبعا الطريقة كيف ان احنا ننتج الفش بروتين هايدروليسيت. احنا كمان مرة اللي هي ممكن تكون بالشكل هذا اللي انتم شايفينه. مواد اللي هي صغيرة جدا اللي هي هي جافة على شكل كريستال او شكل بودرة الاخر. بالبداية اللي احنا بنستعمل الفش. اندر ايوتولايزد فش فش باي برودكت. اه هي المواد اللي لا تستخدم البي برودكت. زي ايش احنا كيش الويست برودكت للأسماك. طبعا او ممكن احنا نستعمل كمان مرة الاسماك اللي احنا بنحتاج هاش اه احنا بكميات كبيرة في المصانع. ممكن المصنع يكون فيه عنده كمية كبيرة من الاسماك. الاسماك هذه ملهاش فوايد. وعديمة الخيمة التجارية. فالمصنع بحولها لايش بحولها لمواد مفيدة اخر. فبتبدأ العملية كالتالي. اول شيء تقليل في الحجم. ايضا. احنا بنحطه في الوسط اللي بديش نعمل فيه الانزيم. يعني في وسط معدل يعني اللي هو الماء او اي مواد اخرى تضاف قبل ما نضيف الانزيمات او ما نضيف ايش الاشياء الاخرى. بي اتش ادجسمنت يوزنج اسد وانا هو محور البيت القصيد اللي احنا بنحك عليه. يعني هي لا ايش لاستخدام الانزيمات. وبالتالي احنا بنترك الانزيمات الانزيمات بدها وسط مناسب للعملية ايش? العملية عملها اللي بنسميها فيها البياتش معدل فيها البياتش صحية وبالتالي الانزيمات تعمل بشكل صحيح. كمان الحرارة لازم تكون مناسبة جدا. زي ما احنا عملنا للانزيمات بدنا خلينا الانزيمات تعمل. كمان بدنا نوقف الانزيمات عن العمل. ليش? لان كل مطاولة فترة اللي هو اللي العمل البروتيازيز معناته البروتين هيتكسر اكتر. وحيتيتحول العملية مش لهايدروليزيت هيتحول لاحماض امنية كاملة حرة. وبالتالي بتصير في عندنا عملية ايش? عملية تيرمينيشن. وقف عمل الانزيم البروتياز. بعدها بنعمل عملية سنتريفكيشن طارق مركزة. سوبر نيتنت بناخد السوبر نيتنت اللي هو المادة الصافي اللي في الاعلى. وهذا بنعملها ديهايدريشن. طبعا لانه هي المواد للبوتينات الصغيرة ذابت في الماء في جزء الماء هذا اللي الصافي. وبالتالي احنا عشان نرجحها كمان مرة ممكن نعملها ايش? ديهايدريشن تجفيف. فش بروتين هيدروليزيت ممكن نحصل عليه بالشكل البوضى اللي احنا شايفينه سبعان كعني دون البني او دون الابيض حساب بنوع ايش? او الصبغات اللي في الاسنام. وهيك احنا بنكون حصلنا على الهايدروميسيت. كمان ايضا من الانزيمات اللي استعمل في اللي هو الصناعات الاسماك اللي هي الجيتيز جيتيز ففي عندي اللي هو اندوجينيس جيتيز يعني في الداخل فالجيتيز اللي هو اه داسل ترانسفير رياكشن بتوين غاما كاربو كاربوكسيمايد جروب وبجليتامين ريزي ديو انو بروتين اور بيبتايد زي ما انتم لحظين هنا في عندي اللي هو الجزء اللي هي مجموعة الامين الطرفية. طبعا بيعمل عملية نقل لوجوعة الاماين وبيحول اللي ايش بيحول لي يبتج لي الامونيا وبركب المركبات مع بعض على بعض. وين ابسلون امينو جروب اف لايسين اكت از اللي هو اه اكسيبتور ات رزالتين ان انتر انترا انتر اور انترا مليكولار كروس لينكين تصير تشابك او في الانزيمات او في البركبات تصير تشابك وتوصيل عنهم. بروتين بيا فورميشن اف ايسو بيبتايد ابسلون غاما جروتاميل لايسين لينك زي ما احنا ملاحظين هانا هادي اللي هي ايش هادي اللي هي القاما قاما امينو اسد القاما امينو جروب او اميدو جروب مع الامينو جروب او الاميدو جروب في الليسين صار بينهم ايش صار بينهم تواصل. فصار في ان هادي خرجت صارت على شكل امونيا وتوصل ايش اللي اللي هو مع الاغلوتامين. الواسطة تفعل طبعا هادي مهمة جدا اللي هي اللي احنا منعرفها اللي هي في اللي هي الفيش مسلز كنتين اللي هي اه ترانس غلوتامينيز رينجينج فروم واحد من عشرة لها اتنين واربع من عشرة يونت لكل جرام. this enzyme induce the cross linkage of muscles for protein and affect the texture properties. وهذا بيخلي القوام اللحم السمك القوام معين. of fish protein gel. بيخليها على شكل اللي هي الجل. وبالتالي اللي هي اندوجينيز جيتز دفيران ملك الويت تبيند اوان بشيس بيش اندوجينيز جيتز in water is water soluble and can be removed by washing process. هذا يعتمد على الكالسيوم. وبالتالي اللي اقول الكالسيوم كمان يدينينا التكوين تكوين مادة اللي هو المركب سرين. زي ما احنا شونا كمان مرة في عند موجود فيه بواسطة التقاز اللي هو ترانس جلوتامينيز. ترانس جلوتامينيز بيدينا على شكل بيخلي شكل على شكل البروتين على شكل الجل. والجل هذا ممكن احنا اللي نعمله ونحصل منه على البروتين اللي هو البروتين تبسل للعملين اللي نحكي عليها التبادل بين اللي هو اللي هي الهامونيا. كمان تجاز اكتيبيتي ان سريني بروديوزد فور فور ديفرانت تروبيكال فيش امانج ديز بيك اي سي سينال سيريني او سو هايست. اكتيبيتي هذي اللي هو اللي هو الترانس جلوتامينيز اكتر هي في اللي هي السمك اللي يعتبر منسمي بيك اي سنيبر اللي هو السمك هذا الانتجاه فينه وهو بيتميز بالعين الكبير جدا. كمان البراكودة البراكودة سمك طويل وعين كمان ايضا كبير في المحيطات موجود. فاكبر كمية من هي موجودة وين في سمك اللي هو حوالي ستاعة لا خمستعش لا سبعة لا اتناعش في اللي هو المؤددي. فالسريني هذا اللي هي اللي حكينا عليه هذا طبعا احنا حكينا عليه انه يستخدم ويصنع من الاسماك بفتحان الاسماك وبتد على شكل معجون وبين عمل تقريبا بشابه اصابع الكباب. الناس بتستعملوا مادة مغضية جدا في اللي المواد هادي الاخرى. احنا مهبنا اكثر اللي هو الانزيم الانزيم موجود في الاسماك مصدر الاسماك هادي بشكل اساسي. ميكروبيل لترانس غلطومنيز ام تي جيز ام تي جيز كمان مرة احنا حكينا يوز اللي هو الانزيم ان فيش مايسي جيل اللي هو كمان ويستعملوا صناعة اللي هو الهلام او الجل. دي يوز ام تي جيز ان جل. جيلاتين. جيلاتين اند فلم. طبعا يستخدم في صناعة الجيلاتين واحنا نعرف الجيلاتين ويستخدم في اشياء كتير في تصنيع المواعد الغلاثية الغلاثية. تي جز كان بي برودوز باي سم مايكروبيزم ساتش از ستريبتو بيرتيكاليام مولاباراينيس اللي هي اور اضار ستريبتو بيريكاليام سبيشيز. هو بسلة سبتلس او ستريبتو بيرتيكاليام. لدي نعم اديو تو دو برودوجتيس y برودوجشن. اللي هو صناعة وهي تعمليت اللي هي سهلة. اه كومالرائزد inization of mtj has been انكريز كنت لسنس ماركتو تشون وبالتالي احنا نزل من فيستعمل الام جي تي. الام جي تاي ج. الام جي جاي اللي هو تسخدم في الصناعة الغدائية. the isoelectric point of mtj's was تمانية وتسعة من عشرة. the isoelectric point illo molecular weight of yast determined حوالي ثمانية ثلاثين الف لاربين الف. دالتون كمان مرة optimal temperature لو من بيش طبع من خمسة لتمانية. وتستيل شون some activity حوالي الاربعة على تسعة وبظلوا كمان شغال او بظلوا ينتج او بظلوا فعال في حوالي الاربعة على تسعة. why? لانو نقبل على خمسة وبيعمل على تمانية. ممكن يعمل اربعة وعلى تسعة. حوالي خمسين. اللي هو كمان مربع على على خمسين درجة معوية. كمان يعني بيعنا رشاطه لو استعملنا وقت اكتر بالحوالي عشر عشر دقائق. في الحالة بيعرف كيف السرينة ينتج. ممكن يوضل الفيلم تيوتيوب هذي يتفرج عليها. وبالك احنا نكون خلصنا او نكون يعني استفدنا من الانزيمات في صناعة او شوفنا كيف الانزيمات تستخدم في صناعة المواد الغدائية. اللي هي اللي هي الاسمك.